السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس لفدائي النهاردة ان شاء الله الحصة بتاعتنا هنخلص منهج شهر مارس وهنعمل مراجعة على المنهج اللي أخدناه علشان نستعد للانتحان شهر مارس ان شاء الله نبدأ مع بعض أول درس درس الثامن تفادي المخاطر أثناء العمل زي ما تعودنا هنتعرف الأول على نواتج التعلم اللي هي الأهداف في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا على أن يحدد المخاطر التي يواجهها الحرفيون أثناء العمل تعرفنا على الحرفيون السنة اللي فاتت وعرفنا في بداية العام الدراسي الترم الأولاني الناس الحرفيين دولة اللي هما بيقوموا بالحرف زي النجارة والكهرباء والسباكة هما دولة الناس الحرفيون يقدم اقتراحات حول كيفية تجنب الإصابة أثناء ممارسة عمال النجارة والطلاق يتدرب على احتياطات السلامة في مكان العمل يعمل فارس حرفي في أحد المصانع فارس عامل في أحد المصانع وشهد إصابة أشخاص باستخدام الآلات السقيلة لذلك فهو ينبه ابنه أنس بالحرص على البقاء بأمان أثناء استخدام أدوات النجارة والطلاق أنس طالع بيشوف بابا في المصنع بيشتغل الحرفة بتاعته فطالع بيحب يشتغل في أعمال النجارة والطلاق فكان دايماً والده بينبهه لأن لازم أن هو يحفظ على سلامته أثناء العمل تعالوا نتعرف على ماذا يعرف أنس عن إجراءات تجنب الإصابة أثناء العمل في أعمال النجارة والطلاق لما بيروح مع بابا المصنع بيشوف العمال عمين إزاي ارتدي نظارات وقية للعين بيلاقيهم لابسين دايماً نظارات عشان وقية للعين من إيه ارتدي نظارات وقية للعين لحماية الأعين عند التعامل مع الخشب يعني هو بيخرم الخشب بالمسكوب أو بالشونيور الخشب ممكن يتطير فيدخل في العين فالنظارة تبقى مهمة جداً علشان حماية العين وكمان عند الطلاق تجنبها لتطير نشارة الخشب أو الألوان المتناسرة طبعاً أثناء الطلاق طبعاً برضو معرضة العين إنها الألوان أو الطلاق يصيب العين فلازم نرتدي نظارات وقية يبقى أول حاجة بيشوفها أنس لما بيدخل المصنع علشان إجراءات السلامة إن بيلاقي كل العمال لابسين إيه؟ لابسين نظارات وقية للعين تاني حاجة ابقى يدك بعيدة عن الشفارات أو الحواف الحدة للمسكوب يعني المسكوب اللي احنا تعالى قلنا إيه اللي هو الشونيور دايماً وأنا باستخدم الشونيور بخلي إيزي بعيدة عن الشفرة بتاعته يجب عدم وضع اليد بالكرب من شفرة المسكوب استخدم المسامير لتثبيت العمل على الطاولة عند قطعه أو ثقبه يعني لما أجي أعمل أنا ما عندي قطعة وعايز أقطعها أو أعمل فيها ثقب لازم أثبتها كويس بالمسامير قبل ما أستخدم المسكوب بتاعي علشان إيدي تبقى بعيدة وإيدي كمان تبقى بعيدة عن الشفارات بتاعته في حالة عدم موجود مسامير يعني لو مش هسبت القطعة بتاعتي بمسامير أو الحاجة اللي أنا بأصنعها مش هسبتها بمسامير امسك الخشب بسبات هسبته كويس بإيدي وإبقى يديك بعيدتين عن أجزاء الحد يعني أنا همسك الخشب أسبته بإيدي بس في نفس الوقت أحافظ على إيدي بعيدة عن شفرة أو الأجزاء الحد في الجهاز بتاعي إذا كانت الأدوات ثقيلة أطلب المساعدة من شخص بالغ ما فيش حاجة اسمها أنا عارف أعمل لوحدي الحاجات دي لازم لازم علشان نبقى نبقى كويسين فيها ونبقى عندنا مهارة فيها لازم أن احنا نسأل ولو في حاجة بنعرفهاش ومحتاجين نستعين بشخص بالغ لازم نطلب المساعدة طالت حاجة تخدم الشاكوش بتأني طبعا أعمال النجارة أساسي فيها استخدام الشاكوش فبا استخدمه إزاي لازم أستخدمه بتأني يعني بالراحة هنستخدم الشاكوش إزاي دق المصمار دقا خفيفا في البداية وأنت تمسكه وأنا مسك المصمار كده من بدايته من قرب الخشب هبدأ أدق عليه دق خفيف لغاية ما تأكد أنه هو تثبت في الخشب بتاعي ثم ابعد يدك ودق باقي المصمار يعني أبعد إيدي خالص بقى وابدأ أدق على المصمار بتاعي لا تحرك الشاكوش إلى أعلى أو إلى أسفل حتى لا تصيب يدك أو وجهك الشاكوش مش يعني وانا بتكلم حط الشاكوش بتاعي ما استخدموش لأن أي حركة لفوق أو لتحت ممكن نصيب إيدينا أو وجهنا أو أي حد واقف بالقريب مننا رابع حاجة كن حذرا عند استخدام الأدوات الكهربائية مثل إيه الأدوات الكهربائية ممكن نستخدمها في النجارة المسكوب اللي احنا قلنا بنخرم به الخشب أو أجهزة الصنفرة اللي هي بنعم بيها الأسطح بتاعتنا أو أجهزة التقطيع اللي بنقطع بيها الأجزاء الخشب اللي احنا عايزينها لا تستخدم الأدوات الكهربائية بالكرب من الماء الكلام ده سري على جميع الأجزاء الكهربائية على جميع الأدوات الكهربائية مش الأدوات الكهربائية اللي خاصة بالنجارة فقط أي أدوات كهربائية ما ينفعش إن احنا نستخدمها قريب من الماء لأن الماء موصل جيد للكهرباء فممكن لو الماء ده وصل له كهرباء وأنا وقفة هيحصل إيه؟ هيحصل الكهرباء توصل لجسمي قبل تغيير ريشة المسكوب أو وركة الصنفرة تأكد من أن الأدوات غير موصولة بالكهرباء أنا عايز أعمل سكب في الخشب بتاعي فهضطر أغير الريشة بتاعة الشنيور لازم أتأكد قبل ما أغيرها لازم أتأكد إن الجهاز بتاعي مش موصول بالكهرباء أو لو عايز أغير الشفرة بتاعة الصنفرة برضو لازم أتأكد إن الجهاز بتاعي مش متوصل بالكهرباء كل دي إجراءات سلامة لازم نهتم بيها ونعملها أثناء العمل تأكد من أن السلك الكهربائي الموصول بالأدوات الكهربائية لا يمتد عبر ممر يعني ما بقاش أنا بشتغل بالشنيور بتاعي والسلك معدي على طرقة في ناس بتعدي رايحة جاية منها ما ينفعش لازم السلك يبقى في أمان وموصل لأقرب فيشة أو أقرب مصدر كهرباء للجهاز المكان ما أنا باستخدمه خمسة احرص على تهوية مكان العمل طبعاً أعمال الطلاق والديهان دي بتبقى بتبقى الروايح نفازة وممكن إنها تعمل حسية للعين والأنف فلازم يبقى فيه تهوية كويسة أثناء العمل عند استخدام مزيل الطلاق أو الغراء القوي يجب تهوية المكان فتح النوافذ أو وضع مروح لتجنب أضرار الأبخرة الطلاق والغراء يبقى لازم نبقى لفسين النظارة وفي نفس الوقت المكان برضو جيد التهوية النوافذ مفتوحة ويستحسن أن أنا أستعين مروح تعالوا دلوقتي بعد ما عرفنا قواعد السلامة في العمل هننفذ مع بعض خطوات عمل صندوق صغير وطلاؤه متابعين قواعد السلامة في مكان العمل إيه الخطوات بتاعتي عشان أعمل صندوق صغير أستخدمه بقى مقلمة أستخدمه أحطه فيه زرع أو أستخدمه ديكور في البيت لازم فيه خطوات بعملها الخطوة الأولى خطط للشكل الذي تصنعه واجهز الأدوات مع مراعاة احتياطات السلامة التي يجب اتخاذها قبل البدء بالمشروع دلوقتي أنا أعمل صندوق من الخشب يبقى أنا محتاجة إيه هجهز الأدوات بتاعتي عبارة عن إيه الأدوات الخشب والمسامير ولو هستخدم الشاكوش طبعا أساسي طيب إيه هي احتياطات الأمن والسلامة اللي لازم أخدها قبل بدء المشروع يعني أنا المكان اللي هشتغل فيه إيه احتياطات الأمن والسلامة أول حاجة إن الحاجات دي تبقى مثلا لو أنا هشتغل في البيت تبقى بعيدة عن متناول الأطفال ما يبقاش فيه حد من قريب قريبة حد من طفل صغير ياخد مسمار أو يستخدم الشاكوش بشكل خطأ فإيه يعمل إصابة إيه تاني إن أنا لو هستخدم مثلا جهاز كهرباء يبقى فيه فيشة قريبة من مكان العمل بتاعي كل دي احتياطات لازم أتخذها قبل البدء بالمشروع زي ما قلنا برضو يبقى فيه تهوية للمكان بتاعي الخطوة التانية خطط لشكل الصندوق الذي تريد صنعه هنبدأ نخطط الصندوق ده حاج مؤدئي هل هو كبير هل هو صغير هل هو 20 في 30 مثلا ولا هيبقى مربع يبقى 30 في 30 ولا هو إيه هو شكله بالزبط اصنع نموذج هنعمل نموذج من الورق بشكل الصندوق بتاعنا وضع العلامات على الخشب قبل تقطيعه يعني احنا هنعمل زي نموذج من الورق ونبدأ نحطه على الخشب بتاعي وناخد الأبعاد بتاعته اللي احنا عايزينها ونبدأ نقطع الخشب هنحتاج ايه بقى هنحتاج لوحين جانبيين لوح أمامي ولوح خلفي ولوح للقاعدة طبعا هنحتاج للأمام والخلف دولة بيبقوا قد بعض بالزبط في المساح وهنحتاج قاعدة دي بتبقى مساحتها طولها وعرضها أكبر شوية علشان هنبدأ نحط عليها الجهة الأمامية والجهة الخلفية وفيه جنبين هنحطهم من الجنبين فمحتاجين القاعدة تبقى أوسع علشان كل القطع دي هتتحط عليه طبعا المقاسات احنا حرين نعمل بقى ايه حسب الخشب المتوفر عندنا نعمل النموذج بتاعنا بالحجم اللي احنا عايزينه أو بالطول والعرض اللي احنا عايزينه يبقى أول خطوة ايه هجاهز المكان اللي هشتغل فيه والأدوات تاني خطوة هبدأ أحط الأرسم على الخشب بتاعي الأبعاد أو المقييس الخاصة بالسندوق بتاعي وبكده أبقى أنا جاهز للخطوة التالتة اللي هي قطع الأجزاء بعد أخذ المقاسات مع مراعاة احتياطات السلامة التي يجب اتباعها أثناء تقطيع الخشب قلنا ايه هي نراجع مع بعض ايه هي احتياطات الأمن والسلامة عند تقطيع الخشب احنا هنستخدم مثلا منشار هنستخدم منشار يدوي مش قلة التقطيع الكهربائية هنستخدم منشار المنشار ده لي شفرة حد فلازم وأنا بقطع برضو إيدي تبقى بعيدة عن الشفرة بتاعة المنشار بتاعي الخطوة الرابعة اجمع أجزاء الصندوق باستخدام الشاكوش مع مراعاة احتياطات السلامة التي يجب اتباعها عند استخدام الشاكوش تعلمنا قلنا ان احنا لما بنيجي نستخدم الشاكوش بنستخدمه بالراحة جدا وبنبدأ ندق المصمار بالراحة لغاية ما نبدأ ان هو سبت الخشب وبعد كده بنشيل ايدنا خالص وبنبدأ ندق على المصمار لغاية ما يستبت في مكانه كل دي الخطوات دي كلها لازم ناخد معاها احتياطات الأمن والسلام الخطوة الخامسة هنبدأ نعمل ايه بقى كوم بصنفرة الخشب حتى يصبح ناعما لازم الخشب لما بيبقى مش ناعم ممكن كل ما جي امسك الصندوق بتاعي هتلاقيه يبدأ يعملي اصابات في ايدي من الخشب البارز فلازم نعمله عملية ايه صنفرة مع مراعاة احتياطات السلامة التي يجب اتباحها اثناء الصنفرة طب اثناء الصنفرة اللي ادوية اللي انا بعملها دي ممكن يحصل لايه يعني هيحصل ايه اجزاء الخشب المتطاير دي ممكن تيجي في عيني وفي انفي فيازم ان انا ارتدي نظارة اللي هي نظارة نظارة السلامة او نظارة الوقاية علشان احمي عيني وانفي الخطوة السادسة هنبدأ كوم بطلاق الصندوق هندهنه بقى اللون اللي احنا عايزينه ممكن كمان ندهنه اللون شفاف نحفظ على نون الخشب او ندهنه اللون اللي احنا عايزينه مع مراعاة احتياطات السلامة التي يجب اتباعها اثناء الطلاق اللي هي ايه برضو قلنا اللي هي وضع الانضارات الواقية وتهوية المكان جيدا اثناء العمل كل دي حاجات بنعملها مش عشان نعمل المشروع بتاعنا او نعمل حاجة احنا بنحبها نعرض نفسنا للاصابات او ان احنا نستنشق الغيرة والاطلاق ده بتبقى ريحته مش كويسة على صحة الانسان هناخد مع بعض دلوقتي ندخل الدرس التاسع الاسعافات الاولية وحالات الطوار نتعرف على نواتج التعلم الاهداف في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا على ان يشرح الخطوات اللازمة لتقزيم الاسعافات الاولية احنا تعرفنا على درس الاسعافات الاولية ده في سنة ربعة واخدنا بعض الاصابات وازاي نقدم نعمل لها اسعافات اولية لحين وصول المساعدة يمارس مهام الاسعافات الاولية عند اصابة احد ما يبحث عن الكتب المتعلقة بالصحة والسلامة ويناقش ما فيها من معلومات يعني احنا دلوقتي هنبدأ نعمل نوصل لمستوى اعلى بقى في التعرف على الاسعافات الاولية بان احنا نبدأ نستعين بالكتب او مصادر المعرفة زي الانترنت مثلا نتفرج على فيزيوهات ونعرف اكتر عن الموضوع ده الخطوات الاساسية التي يمكن اتباعها للمساعدة في حالات الطوارئ الصحية يوسف كان في المكتبة بيدور على كتاب خاص بالاجراءات اللازمة في حالات الطوارئ الصحية لا كتاب عن الاسعافات الاولية عرف ان في اربع خطوات ضرورية اساسية لازم اتباعها في حالات الطوارئ الصحية يعني ايه حالة الطوارئ الصحية يعني حاجة حد حصل له مشكلة صحية في لما هو ارى الكتاب في المكتبة عرف ان في اربع خطوات اساسية لازم اتباعهم في حالة طوارئ الصحية اول خطوة اول حالة او اول خطوة تقييم الوضع دلوقتي انا دخلت فجأة أو ماشي في الشارع أو ماشي في الحوش أو في الفصل حد من الولاد تعرض لإصابة أول حاجة أعملها تقييم الوضع هفضل واقف كده مستني أشوف الشخص ده هل بينزف هل هو مغم عليه أو فقد الوعي هل هو بيتقلم من مكان معين يبقى أول حاجة لازم أعملها أول خطوة في المساعدة إن أنا أقيم الوضع لأن ساعات الاندفاع يا أولاد بيعمل عكس بيعمل العكس بيعمل رد فعل عكسي يعني ممكن تضره أكتر ما تفيده يبقى أول حاجة لازم أعملها لازم أقيم الوضع اللي قديني هنأتحقق من نوع الإصابة زي ما قلت هل بينزف هل فيه الحاجة بتوجعه هل هو مغم عليه هل هو في وعي هو يستجيب طب هو في وعي وفي هو أناففاء هل يتنفس يعني طب لو هو فقد الوعي تماما لازم أتأكد إن هو بيتنفس طب هل ينزف فيه دم طب هل حالته تسمح بتقديم المساعدة حل الحالة دي تسمح إن أنا أتدخل ولا لازم أستنى لغاية ما تيجي الإسعاف يبقى ديه أول خطوة اسمها تقييم الوضع الخطوة التانية التخطيط للتدخل هبدأ بقى أنا شفت بقى وعرفت الحالة هبدأ أتخطط عشان أتدخل إذا كانت الإصابة خطيرة يعني أنا شايفة دم كتير وشايفة المصاب بيتقلم من أكتر من مكان أتصل بالرقم 123 لاستدعاء سيارة الإسعاف يبقى أنا ساعتها أعرف إن أنا مش هقدر أتدخل يلازم أستنى سيارة الإسعاف عشان يجي مسعفين متخصصين هم اللي إيه اللي يقدموا المساعدة خطط لتقديم المساعدة حتى يصل المسعفون طب أنا بعد ما طلبت الإسعاف هل أقدر أعمل حاجة أساعد المصاب لغاية ما يوصل المسعفين جي كلها اسمها تخطيط للتدخل رقم 3 تأدير الوضع هقدر بقى الوضع هل أنا تدخلي هيساعد ولا تدخلي هيزر أكتر ما يفيد ده اسمه تأدير الوضع أعد فحص الشخص هل هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات والتدابير يعني مثلا لو شخص بينزف هنسيبه ينزف لغاية ما تيجي الإسعاف لا ساعتها بقى ممكن أتدخل بتأديري أنا الشخصي هل إن أنا ممكن أحاول أوقف النزيف هل هو بيتقلم من مكان ما فما حركوش أو أمنع حد إن هو يحركه من مكانه علشان هو مش عارفين إن فيه كسور أو الحركة ممكن تأذيه يبقى ثالث خطوة تأدير الوضع رابع خطوة تأديم الإسعافات الأولية خلاص أنا خلاص قيمت الوضع وعرفت نوع الإصابة وعرفت إن أنا ممكن أقدم لو أنا عندي معلومات عن الإسعافات الأولية أنا ممكن أساعد الشخص ده لو لقيت مثلا فيه نزيف ببدأ أشوف مكاني النزيف فين وابدأ إن أنا أحاول أوقف النزيف لغاية ما تيجي عربية الإسعاف لو هو مغم عليه بحاول أفوقه عن طريق مثلا إن إحنا نرش عليه مية أو نخليه يستنشق زي حاجة حاجة مسيرة زي كحولة أو كده لو هو مثلا الإصابة سطحية ممكن ساعتها بقى أنا أجيب الشاش والقطن وابدأ أنا أعقم مكان الإصابة وهكذا طب دلوقتي أنا لقيت المصاب ده حصله نزيف طريقة وقف النزيف عند حدوثه دي أبسط حاجة ساعات كتير وإحنا في المدرسة بنجري فممكن وإحنا بنجري نقع فيحصل لنا جرح بسيط في أي جزء من أجزاء الجسم فيحصل الجرح ده نتيكتو يحصل نزيف فيه إجراءات كده بسيطة نقدر نوقف النزيف بيها لو هي حاجة سطحية ممكن نعالجها في وقتها دلوقتي أو لو هي حاجة بقى خطيرة لازم نوقف النزيف ونستنى بقى ونطلب الإسعاف ونستنى وصول المسعفين أول حاجة اضغط بقوة على الجرح بقطعة كماش نظيفة يعني أول ما لاقي فيه دم أتحرى أشوف مكانه فين وأبدأ أضغط عليه بقطعة كماش نظيفة مش موجود ممكن نستعين بالهيئة المنازيل الورقية دي أول خطوة تاني خطوة ارفع الطرف المجروح إلى أعلى فوق القلب يعني أخلي الإيد المصابة أو الجزء المصاب من الجسم عالي عن القلب علشان يبقى عكس ضخ الدم فأساعد إن أنا أوقف النزيف بتاعي النزيف اللي حاصر نظف الجرح وعاديا نضمد الجرح هنبدأ ننظف الجرح بالراحة كده بماء جاري وممكن نخط مطحر أو مضاد ضحاوي ونبدأ بعد كده نغطي الجرح بشاش أو قطعة قماش نظيفة دي طريقة وقف النزيف يبقى أول حاجة أضغط على الجرح علشان أمنع النزيف قدرت إن أنا أمنع النزيف وحط برضو الجزء المصاب برفعه الأعلى خلاص قدرت أوقف النزيف ببدأ أطهر الجرح بتاعي وغطيه علشان نقلل الإصابة وزي ما قلت لو هي حاجة خطيرة لازم العرضة على الطبيب أو نستنى أو نتصل بالإسعاف تنقله لأقرب مستشفى وضعية الإفاقة في وضعية الإفاقة دي بيستخدمها إمتى بتساعد على استمرار المصاب في التنفس لحين وصول الإسعاف يعني ساعات يبقى واحد فاقد الوعي بس هو عنده بيتنفس بس هو الوضع بتاعه مش مساعده على إن هو يفضل يحفظ على التنفسه فاحنا ممكن نعمله وضعية الإفاقة تساعد على استمرار المصاب في التنفس لحين وصول الإسعاف إذا كان الشخص فاقد للوعي لكنه يتنفس يعني هو مغمى عليه بس إيه وإيه في نفس فلازم نحطه في وضعية الإفاقة إزاي نحطه بقى إيه هي الخطوات بتاعتي هو نيم على الأرض كده ضع الزراع الأقرب إليك يعني أنا نيم يمينه هستخدم أخذ الزراع الأيمن لو أنا وقف أشماله هاخد زراعه للشمال ضع الزراع الأقرب إليك على شكل زاوية قايمة يعني الزراع اللي ناحيتي هبدأ أرفعه بحيث يبقى زاوية قايمة دي أول خطوة تاني خطوة إسني الركبة والزراع البعيدين عنك يعني لو أنا في الناحية اليمين هاتني الركبة والدراع الشمال وضع يده الأخرى على خده المعكس هنحط إيده على خده اليمين لو أنا ناحية اليمين يبقى هاتني إيديه وقايتني ركبته ودراعه ودراعه وخلي دراعه هو متني يسند خده المعكس أخدم الركبة البعيدة عنك لتدوير المصاب أنا عايز أقلبه على جنبه فهأعمل إيه هأخذ الركبة البعيدة عني اللي أنا تنتها وأبدأ أسحابه ناحيتي بحيث أنه هو ينام على جنبه وفي نفس الوقت لازم أبقى مسكى راسه أو أدعم راسه بإيدي التانية يبقى لها كده نيمته على جنبه بحيث أنه أنا الوضعية دي اسمها وضعية الإفاقة ودي أحسن وضعية بتحافظ على تنفس المصاب كن بإيمانة الرأس بلطف قليلا إلى الخلف يعني بعد ما خلاص ألبته وهي ركبته متنية ودراعه تحت خده هبدأ أمويل راسه للخلف علشان وارفع دقنه علشان أفتح مجرى الهواء وبعد كده قاعد أستمر في جس نبضه حتى وصول المساعد دي هي وضعية الإفاقة وممكن نتدرب عليها في الفصل مع زميلنا بحيث أن احنا نتقنها بحيث أن احنا لو حصل موقف ده قدامنا نقدر نحنا نقدم المساعدة تعالوا نتدرب على وضعية الإفاقة زي ما قلنا بعمل سيناريو لتنفيذ وضعية الإفاقة لشخص مصاب باتباع الخطوات الأربع الأساسية للإسعافات الأولية يعني هعمل سيناريو ويجي واحد من الزملاء هيعمل نفسه مرمي في الأرض هبدأ أنا أتابع بقى الأربع قواعد اللي تعلمناهم اللي قلناهم أربع قواعد أساسية لتقديم الإسعافات الأولية أول حاجة هقيم الوضع هبدأ أقرب منه أشوفه لو بيتنفس مغمى عليه بيتنفس أبدأ أعمل أنفس وضعية الإفاقة طيب أنا كده بحاول أن أنا أحافظ على تنفسه لغاية وصول الإسعاف اقترح موضوع لندوة عن الصحة والسلام إحنا في بداية الدرس بتاعنا عرفنا أن يوسف دخل المكتبة علشان يدور على كتاب عن الطوارق الصحية وعن طريقه عرف الأربع إجراءات اللي بعملها أساسية لتقديم الإسعافات الأولية طيب يوسف كان بيدور ليه على الكتاب لأنه هو كان فيه ندوة عن الصحة والسلامة وكان محتاج يجمع مادة علمية علشان يبدأ يطرحها في الندوة أو يقولها في الندوة فعمل إيه؟ راح ممكن أعصر على كتب ومصادر أخرى للمعلومات الموصوكة يعني هو راح المكتبة علشان عارف أن المكتبة فيها معلومات موصوكة يمكنك زيارة المكتبة أو البحث على شبكة الإنترنت ممكن نستخدم شبكة الإنترنت هنلاقي مقالات ومقاطع فيديو طب هي أي مقالات أو مقاطع فيديو تنفع؟ يعني فيه حد فيه لو أنا ببحث في موضوع ما وناخد مثل مثلاً الصحة الطوارئ الصحية هل ينفع أننا استعين بأي معلومات أو أي مقالات أو مقاطع فيديو؟ لا ما ينفعش لكي تكون المصادر جيدة يجب أن تكون تم إنشاؤها من خبير حاصل على تعليم وخبرة بالموضوع يعني أجيب حد متخصص في الإسعافات الأولية هو يكون دكتور خبير وتعليمه بيسمح له أنه هو يعرف معلومات كتير هو ده اللي يتكلم في الموضوع أو يقول لي على المعلومات اللي عنده لازم كمان المعلومات تكون معاصرة للتكنولوجيا العلمية الحالية يعني ما ينفعش أن أنا أستعين بمعلومات قديمة لأن كل مدى المعلومات بتتطور والتكنولوجيا بتخلينا نوصل لمعارف جديدة ما كناش عارفينها خالية من التحيز والخطط المسبقة مثل محاولة بيع منتج الماء لأنه هو ساعتها كده بقى هو عايز يبيع المنتج بتاعه فهيبيعه بأي شكل فممكن يبدأ يقول معلومات مش موجودة في المنتج ده يبقى الشخص ده لازم يكون خالي من التحيز يعني ما عندوش تحيز لجهة ناحية جهة هو عايز الصح عايز يقولك المعلومة المفيدة بكده نكون خلصنا درس الإسعافات الأولية هندخل فيه درسين اللي هما شخصيات مؤثرة والمستكشف النشط دي للاطلاع فقط بس أنا حبيت أديكم فكرة لأن الشخصيات دي فعلا شخصيات مؤثرة في المجتمع بتاعنا ولازم نعرف بعض المعلومات البسيطة عنه الشخصية المؤثرة معنا النهاردة وده درس الاطلاع فقط يعني مش هيجي منه في الأسئلة في الامتحان الشخصية بتاعتنا العالم المصري الدكتور محمد أحمد غنيم مين محمد أحمد غنيم؟ ولد في مارس 1939 يعني هو اتولد في مصر في سنة 1939 تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة يبقى درسته كانت فيد في جامعة القاهرة في كلية الطب وتخرج سنة 1960 كان تخصصه إيه دكتور محمد أحمد غنيم؟ درس جراحة المسالك البولية في المستشفيات في المستشفيات القاهرة وجماعات مختلفة في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية يعني هو بعد ما خلص دراسته في القاهرة اتجه الانجلترا اللي هي الانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية علشان ياخد شهادات المجسر والدكتورات في المسالك البولية قام بتأسيس مركز أمراض الكلة والمسالك البولية بالمنصورة وهو أول مركز بالشرق الأوسط لعلاج الكلة يبقى هو لما خلص بعد ما تعلم في الولايات المتحدة وفي انجلترا ودرس في الجماعات هناك رجع لمصر وقدم مساهمة عظيمة جداً بان هو افتتح اول مركز بالشرق الأوسط لعلاج الكلة في المنصورة هو اللي قام بتأسيسه طب كرمية الدولة ازاي حصل على عديد من الجوائز المحلية والعالمية خد جائزة الدورة التقطيرية في العلوم الطبية سنة 1992 وخد جائزة جائزة الملك فيصل عام 1999 وخد جائزة مبارك في الطب عام 2001 فلو احنا حبي نعرف معلومات أكتر عن شخصية الدكتور محمد أحمد غنيم في الدرس بتاعنا في كتاب أو ممكن نستعين بشبكة الانترنت ونتعرف على الشخصية العظيمة دي أكتر دلوقتي نتعرف على المستكشف النشط ودرس ده درس الاطلاع فقط المستكشف النشط بتاعنا مين؟ السيدة لويز إمانيول مابولو مين بقى السيدة لويز؟ دي طاهية ومزارعة يعني هي بتطبخ بتقدم برامج طبخ وفي نفس الوقت هي مزارعة يعني عارفة كويس جدا في ايه؟ أصول الزراعة وإزاي وخطواتها وهي عندها مساحة وبتحب تزرع يعني الحاجات اللي بتستخدمها في الطاهية هدفها ايه بقى؟ تسقيف الناس لاستخدام المكونات الطازجة والصحية والمغزية والطبيعية في الطهر يعني هي بتحاول انها تسقف الناس بانهم يبعدوا عن المكونات المصنعة ويستخدموا المكونات الطبيعية كمان هدفها كأي نشر الغذاء الصحي بتقليل استهلاك الملح والسكر والدهون للمحافظة على صحة الإنسان والبيئة وده اللي احنا بنأكده دايما ان احنا بنتكلم على الطعام الصحي وعرفنا ان الملح بيعمل ارتفاع في ضغط الدم والسكر نفس الكلام بيعمل بسبب امراض ومنها امراض السكر والدهون دي بتسبب امراض القلب كلها عشان كده بنقول عليها انها المواد الحاجات دي بتبقى غير صحية فهي سيدة لويز ايمانوال دي كانت كل هدفها انها تنشر الوعي بالغذاء الصحي وان احنا نقلل من الملح استهلاك الملح والسكر والدهون لان دي كمان لما بتأثر على صحة الإنسان كمان بتأثر على البيئة ده كده نكون خلصنا منهج شهر مارس تعالوا نتعرف بعض الاسئلة اللي ممكن تجينا في الامتحان ان شاء الله هنعمل مراجعة بسيطة كده طبعا احنا عارفين ان الاسئلة بتاعتنا بتيجي اختيار من المتعدد فانا عامل للكم كل الاسئلة ان شاء الله اختيار من المتعدد رقم واحد الشراب المعصور مباشرة من الفاكهة هو الشراب طبيعي الطازق يعني اللي احنا يعني في البيت لما بنجيب الفاكهة وبنعصرها مباشرة دي بتبقى ايه شراب طبيعي طازق ولا طبيعي معلب ولا صناعي طبعا الاجابة الطبيعي الطازق اللي احنا بنشراب عطول فريش يعني الشراب نقط مزاقه كمزاق الفاكهة يعني طعمه زي الفاكهة ولكنه ليس طازق اللي هو ايه بقى الطبيعي الطازق ولا الصناعي ولا الطبيعي المعلب طبعا هو الطبيعي المعلب اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت بيبقى معمول من الفاكهة بس في نفس الوقت مزاقه زي الفاكهة بالزبط وليه قيمة قيمة القيمة الغذائية اللي في الفاكهة لكنه ما بيبقاش طازج بيبقى معلّب الشراب نوعات فاتح اللون ومزاقه سكري هل هو الشراب الطبيعي ولا الطازج ولا الصناعي المعلّب طبعا هو الصناعي المعلّب اللي احنا عارفنا ان هو بيبقى عبارة عن لون وطعم ومضاف إليه سكر ومواية حفظة ده اللي هو الصناعي المعلّب يتكون الشراب الصناعي من ماء وسكر وإيه وإيه كمان مواد حفظة ولا مواد طبيعية ولا مواد صلبة طبعا مواد حفظة لان احنا قلنا ان الشراب الصناعي ده بيقعد في السوق فترة طويلة وبتنقل من مكان لمكان من مصنع لمكان ما أنا بشتريه فبياخد وقت كتير جدا فلازم يضاف له مواد حفظة علشان تساعد ان هو يبقى موجود فترة أطول يجب نقط الطعام بشكل آمن للحفاظ عليه من الملوسات والجرسين يجب تخزين الطعام ولا رمي الطعام ولا هرس الطعام طبعا يجب تخزين الطعام بشكل آمن يعني الطعام اللي محتاج تبريد نبرده نحطه في الفريزر الطعام اللي محتاج تسخين نعرضه لدلقات حرارة عالية وهكذا ده اسمه تخزين الطعام أولى مراحل تصنيع العصير الطبيعي المعلب هي حصاد الفاكهة ولا عصر الفاكهة ولا زراعة الفاكهة طبعا أي عصير أول مرحلة فيه عصر الفاكهة يجب نقط العصير لقتل الميكروبات تسخين ولا تجميد ولا عصر طبعا تسخين لأن يعرفين ان تعريض العصير لدرجات حرارة عالية وهو لبيات الميكروبات تتسبب الميكروبات في نقط العصير في الزجاجات تخمر ولا تبخر ولا غليان لو في ميكروبات في الإزازة بتاعة العصير هيحصل له ايه؟ هيحصل له طبعا تخمر ولو جالنا كلمة فساد فساد العصير في الزجاجات دي تبقى برضو هي كلمة الأصح هي نفس المعنى هو التخمر يعني هو الفساد إضافة نقط للشراب تعمل على إطالة فترة صلاحيته لسه إليها السكر ولا المواد الحفظة ولا المواد الصلبة طبعا المواد الحفظة يدخل نقط في صناعة العديد من المنتجات مثل الجبن الجبن بنعمله من ايه سنة خمسة؟ من اللبن ولا من الخضار ولا من اللحوم؟ طبعا الجبن ده منتجات قلبان فمعمول من ايه؟ من اللبن يتم غش اللبن عن طريق إضافة نقط لزيادة كميته الماء ولا النشا ولا المواد الحفظة؟ ناخد بالنا كويس جدا من زيادة كميته يبقى منضيف ايه؟ الماء زي ما بعض العصير كده وعايزة عامل كمية كبيرة فبتضف له ممكن كمية من شوية شوية ماء يعني حبة ماء يتم إضافة نقط للألبان كمادة حفظة ولكنها ضرّة يعني هي بتحفظ اللبن لفترة طويلة بس هي ضرّة على صحة الإنسان التلج طبعا لأ الفورمالين ولا النشا طبعا مادة الفورمالين بيلجأوا ليها يغشوا اللبن علشان يطولوا فترة يعني يعشان يديك إحساس أنه طازب بس هو بيبقى ايه؟ مش طازب يتغير قوام اللبن عند نزع نقط منه قوامه يعني يكون خفيف أو تقيل هل نزع المواد الدهنية ولا نزع المواد الحفظة ولا نزع المواد الصلبة طبعا نزع المواد الدهنية وقلنا قبل كده أن الطريقة من طرق غلش اللبن أنهم ينزعوا منه المادة الدهنية يعني يطلعوا منه الإشطة والزبدة ويجيبوا الباقي منه ونحطوا عليه النشا علشان يتقلوا قوامه فبكده عشان إحنا ما نكتشفش يعني بس هو كده هو نوع من أنواع الغش يبقى بيتغير قوام اللبن عند نزع المواد الدهنية منه يجب التأكد من تاريخ نقط اللبن تاريخ التغليف ولا تاريخ التعبئة ولا تاريخ انتهاء الصلاحية طبعا اللي همني انتهاء الصلاحية لأنه هو أعمل إيه بتاريخ التعبئة؟ يعني هو عباه مثلا النهاردة لا لازم أعرف هينتهي إمتى الصلاحية بتاعته علشان أبدأ أبعد عنه عشان هيبدأ في عملية الفساد عملية نقط تكون بإزالة الرطوبة من الأطعمة عملية السلء ولا عملية التعليب ولا عملية التكفيف طبعا عملية التكفيف هي اللي بتكون بإزالة الرطوبة من الأطعمة الأخطاء التي تحدث أثناء حفظ الطعام تتسبب فيه نمو البكتيريا ولا زيادة الجودة ولا تماسك القوام طبعا بتتسبب في نمو البكتيريا اللي بتأدي إلى فساد الطعام عملية تكفيف الطعام تحتاج إلى درجة حرارة ما نيجي أجفف الطعام بجففه في درجة حرارة إيه؟ معتدلة ولا بردة ولا مرتفعة طبعا مرتفعة زي ما بناخد مثلا الزعتر والنعناع بنحطهم في الشمس في درجة حرارة مرتفعة علشان يجفوا ده أقرب مثال كلنا بنعمله إياه يقوم جهاز نقط بإرسال مفتشين إلى المصنع للتحقق من سلامة المنتج يقوم جهاز الشرطة ولا جهاز البيئة ولا جهاز حماية المستهلك فاكرين يبقى جهاز حماية المستهلك هو اللي بيرس المفتشين للمصنع للتحقق من سلامة المنتج عند تغيير ريشة المسكاب يجب درس ده لسه واخدينه دلوقتي فصل الجهاز عن الكهرباء ولا إبعاد السلك عن الماء ولا ارتداء النظارة الواقية لما يجب غير ريشة المسكاب يجب فصل الجهاز عن الكهرباء يجب استخدام النظارات الواقية للقيام بيه عند القيام بأعمال النجارة والطلاء ولا الطهي ولا الكراءة طبعاً باستخدم نظارة واقية عند أعمال النجارة والطلاء يمكن مساعدة شخص مصاب عن طريق رفعه ولا الاتصال برقم 123 الإسعاف ولا نقله طبعاً الاتصال برقم 123 إسعاف يتم وضع الشخص نقط في وضعية الإفاقة أنا شخص بحطه في وضعية الإفاقة فاقد الوعي ولكنه يتنفس اللي مصاب بنزيف ولا مصاب بجرح طفيف طبعاً فاقد الوعي ولكنه يتنفس وقلنا وضعية الإفاقة بتحافظ على تنفسه لغاية ما توصل المساعدة من أولى الخطوات اللازمة عند تقديم الإسعافات الأولية قلنا أول خطوة إيه؟ تحقق من نوع الإصابة ولا تضميد الجروح ولا مساعدة الشخص على التنفس طبعاً تضميد الجروح أنا لسه ما عليتش فيه جروح إيه ولا مساعدة الشخص على التنفس أنا ما شفتش لسه التنفس يبقى أول خطوة هي التحقق من نوع الإصابة يجب استخدام نقط عند إصابة شخص استخدام إيه؟ الإنترنت ولا الإسعافات الأولية ولا تليفون طبعاً هاستخدم الإسعافات الأولية الأول وبعدين هاستخدم التليفون وبعد كده الاستدعاء الإسعاف إذا كانت الإصابة محتاجة حد متخصص أو مسعف ييجي يساعد المصاب وبكده تكون خلصة الحصة بتاعتنا إن شاء الله نحاول نركز كويس في الأسئلة وإن شاء الله ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة